تدري إن النبي صلى الله عليه وسلم مو أول من دخل مكة معتمل وإن في صحابي اعتمر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر هو أول من دخل مكة ملبي بالعمر هذا الصحابي نفسه هو أول من فرض الحصار الاقتصادي في الإسلام واللي يستخدم بيوما الحالي بين الدول إذا دولة تبقى تضغط على دولة تبدأ تحاصرها حصار اقتصاري وتسمى بالحرب الباردة بعد معركة ذات الرقاح انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل اللي تشكل خطر على المسلمين بعض القبائل كانت حربية وما كان بينها وبين المسلمين هدناها أبدا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا لهذه القبائل فحصلت أحداث كثيرة ففي قصة اليوم صحابي قتل رجل قال لا إله إلا الله والصحابة يأسرون أمير من أمراء بني حنيفة تخير ومن كبار قومه فيأسره النبي صلى الله عليه وسلم ويربطه في عمود من أحمدة المسجد قصة اليوم هي الأحداث اللي حصلت ما بين غزوة ذات الرقاع وعمرة القضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم واجعل الجنة مأوانة ومأواكم ومثوانة ومثوكم يا رب العالم قبل ما نبدأ قصة اليوم لازم نعرف بأن الإسلام ألزم المسلمين غزو المناطق الحربية اللي ما بينها وبين المسلمين هدنه ولا سلام واللي يطلق عليها بالعدو المحتمل اللي يشكلون خطر على المسلمين ولا بينهم بين المسلمين شيء واضح سلام أو حرب فقط ناس محاربين وما بينهم بين المسلمين هدنه مناطق غير آمنة باختصار ويشكلون خطر على المسلم فما يجوز للمسلم أنه ينتظر حتى يهجم العدو عليه وتصير الفتنة أحظم وأحظم وتصير الناس ترتد عن الإسلام بس خوفا على حياته سير فتنة عظيمة قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين هذه الآية توضح الكثير والكثير عن الشيء اللي بيصير في قصة اليوم فباختصار الإسلام علمنا كيف نكون أقوياء وأذكية ولا نحط أنفسنا بموقف الضعف أبدا أما إذا كان هذا العدو المحتمل أراد السلام والهدنة فقال الله سبحانه وتعالى وإن جنى حول السلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم خذ لك شيء تأكله ولا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا اكتبها نساكشن وبإذن الله العليل أعظيم رحضنا لك ندوم نطول بسم الله نبدأ في السنة السابعة هجري وبعد معركة ذات الرقاح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا لمنطقة حربية من أهل النجدة أو منطقة حول أهل النجدة مناطق ما كان بينها وبين المسلمين هدنها ولا سلامة وزي ما قلنا قبل كده هم عدو محتمل يعني كانوا بيخرجون بأي وقت يهجمون على المثل نفس ما سوى تعلبة وأنمار في معركة ذات الرقاح فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا متعلقة ومن هذه السرايا سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى منطقة تسمى تربة فخرج عمر بن الخطاب مع ثلاثين رجل من الصحابة بس أهل التربة سمعوا فيهم وسمعوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قادم عليهم بجيش فهربوا وتركوا أموالهم ونساؤهم وكل شيء وقالوا لا ما أنا في مقابلة أصحاب محمد اللي فينا يكفين فكان عمر بن الخطاب متحمس للقتال وإنه بيواجه جيش أو بيواجه قوم لكن أول ما وصل لقي تربة ما فيها أي أحفاظ هي فقط الأموال والكنوز اللي كانت فيها فأخذها عمر بن الخطاب ورجع إلى المدينة بس ما كانت هذه السرايا الوحيدة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فزارة خرج مع أبو بكر رضي الله عنه مجموعة من الصحابة فقرر أبو بكر رضي الله عنه إنه يغزوهم بالخفية هم عدو محتمل وعندهم الكثير من الأسلحة والرجع فقرر أبو بكر رضي الله عنه إنه ينتظرهم عند مكان يستقون منه يخرجون منه بني فزارة ويستقون من هذا المكان وكان مكان جم منطقته عشان يهجمون عليهم وهم في غفلة وفعليا الصحابة انتظروا إليه خرج المشركين يستقون من هذا الماء فهاجموا عليهم الصحابة وقتلوا منهم المقاتلة والمحاربين وأسروا منهم النساء وأخذوا منهم الأموال وكانت هذه ضربة تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم وتهديد إلى هذه القبع إنهم لا يتجرؤون ويسوون مثل أخوياهم ثعلبة وأنمار والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي زي كذا عشان ذات الرقاح ما حصل فيها اهتكاك فأهل النجد ما عرفوا كيف قوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فكان يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرعب في قلوبهما ويفرض نفسه عليهم ويعلمهم بأنهم يمشون وهم مؤدبين ما في يمي نساء شغلة اللي من وراك ونخش عليك لا أبدا حنا أصحاب رسالة وأصحاب عقيدة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا بس كان في سرية لها قصة عجيبة جدا وكانت هذه السرية بقيادة رجل من الصحابة اسم غالب الليذي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اسمها الميفعة فكان غالب رضي الله عنه قائد على 130 صحابي وكانوا متوجهين لهذه المنطقة منطقة قريبة من نجدة يعني غالب رضي الله عنه وخرج معه 130 من الصحابة وكان في هذه المنطقة الكثير من المحاربين عشان كذا خرج مع غالب رضي الله عنه الكثير من الصحابة 130 يعتبرون جيش في هذا الوقت خاصة أن المنطقة اللي رايحين لها حربية ما كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم هدنا علمهم أن المشركين ما كانوا متوقعين لهجوم هذا فجأة إلا الصحابة خاشين عليهم فخرجوا أشرف القوم يقاتلون واندست النساء والأطفال وكان القتال شديد جدا فقتلوا الصحابة الكثير من أشرف قومهم بس هم يقاتلون إلا في شخص يصرخ من المشركين لا إله إلا الله فتنافروا الصحابة عنه وشلوا سيوفهم لأن في واحد قال لا إله إلا الله والمسلم حرام عليهم دمع ما يجوز قتله بس في واحد من الصحابة لها قصة مع هذا الرجل اللي قال لا إله إلا الله كان هذا الصحابة اسمه أسامة بن سير رضي الله عنه فيحكي أسامة رضي الله عنه الموقف اللي حصل يقول أسامة رضي الله عنه لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم يعني رجل من المشركين بس يوم قاتلناه وغلبناه وسرنا فوقه بنقتله صاح هذا الرجل وكان لا إله إلا الله يقول أسامة فكف الأنصاري عنه يعني وخر وشل سيفه يقول أنا قدمت وخدت رمحي معي ودخلت رمحي في بطنه وجلست أدخل رمحي في بطنه حتى قتلت فناظر الأنصار وناظر الصحابة كلهم لأسامة وقالوا لها قال لا إله إلا الله قتلت بش بك يا أسامة كان الأسامة إنما قالها خوفا من القتل قالها بس عشان ما نقتله شفيكم أنتم المهم من الصحابة رضي الله عنهم رجعوا إلى المدينة وكالعادة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الصحابة أخبارهما فقال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل لأسامة يقول اسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا اسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا رسول الله إنه إنما كان متعوذا قالها خوف من القتل شافني فوقه بالسيف قالها عشان ما اقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم إنه إنما قالها فراقا من السلاح يعني هل شكهت عن صدرها وشفت نيته هل هو فعليا قالها عشان خائف قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيام انضرب وجه اسامة وخاف في جلس النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يقول أسامة في جلس النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الكلمة حتى تمنيت إني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم قوة الحصرة والندم يقول فأحلف بالله إني لا أقاتل مسلم بعد ذلك اليوم أبدا وفعليا إليم مات أسامة رضي الله عنه ما قاتل مسلم أبدا بس ما وقفت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم هنا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى منطقة تسمى باليمامة كانت منطقة قبل نشدة كانت هذه المنطقة تصدر لقريش تصدر الموارد لقريش يعني كان فيها خيرات وقريش تأخذ من هذه الخيرات وكانت منطقة مشركين يعني وكانت منطقة محاربة برضو وكانت تشكل خطر على المسلمين لأنه كان علاقتها بقريش قوية جدا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لهذه المنطقة عشان برضو يأدبها النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بأنهم لا يتجرؤون أبدا ويخرجون يقاتلون المسلمين أبدا وفعليا راحت سرية النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا فيهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل أسروا من اليمامة رجل كان هذا الرجل اسمه تمامة بن أثال بس كان هذا الرجل مو رجل عادي كان هذا الرجل أمير من أمراء بني حنيفة وأحد أشراف بكر بن وائل وسيد بن ساداتهم يعني شخصية مرة مهمة مهمة جدا 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 فأول ما شافها النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأنهم يأسرونها وربطوه بعمود من أعمدة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في المسجد فكان يشوفهم ثمامه وهم يصلون وكان الصحابة تعاملهم معه كأسير يعني يحسنون له فكان يسمع الأذان والصلاة بكل مرة ويتعجب من أمر الصحابة وكيف أن الأخوة تجمعه وكأنهم أخوان كلهم وكيف أنهم مستمرين في الصلاة خمس مرات كل يوم فكان مرة متعجب من أحوال المدينة فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأول يوم من أسرة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة فيقول ثمامة عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم يعني إذا قتلتني قتلت واحد عظيم في قوما وبيجيك من يأخذ حقه وإن تنعم تنعم على شاكر يعني إن عفوت عفوت على شخص ما راح ينسألك فضلك أبدا وإن كنت يا محمد تريد المال فسأل منه ما شئت تراكها النبي صلى الله عليه وسلم وراحك كان ثمامة بكل مرة يشوف أحوال الصحابة يشوف تعاملهم مع بعضهم ويسمع الأذان والصلاح ويشوفهم يصلون في كل مرة ويشوف كيف تعاملوا الصحابة وأخلاقهم مع بعضهم فجاء اليوم الثاني ومر النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة وهو مربوط فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة قال ثمامة ما قلت لك أمس يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر يعني زي اللي يتودد أنه فك أزر يعني فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وراحك وجاء اليوم اللي بعده بس كان وجه ثمامة متغير تمامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما عندك يا ثمامة فقال ثمامة ما قلت لك من قبل وسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطريق ثمامة فكوا أسر ثمامة خلاص فجاء الصحابة رضي الله عنهم وفكوا ثمامة من رباطة فجاء إلا ثمامة يحرب ويشرد مسرع نظر الصحابة ودخلوا للمسجد النبوي يصلون فسوى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلا يدخل عليهم ثمامة وجسمه مليان بالماء ويرفع أصبعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم أطلقه صراحة ما كان يبغى يخرب رح ورى المسجد واغتسل بنية أنه يدخل في الإسلام فبعدها قال والله يا محمد ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من المدينة ما في بلد أبغض إلي من بلدك يا محمد فأصبح بلدك أحب البلاد إلي فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الصحة ثمامة أمير من أمراء بني حنيفة يعني شخص شخصية مهمة وإذا أسلمت شخصية مهمة يعني هذا فتح من الفتوح بس ثمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بخاطر إني أعتمر وأنا أعرف اللي بينكم وبين قريش وإن فيه هدن بينكما لكن يا رسول الله والله إنا فيه خاطر إني أعتمر فسمح النبي صلى الله عليه وسلم لها سمح لها أنه يروح يعتمر يعتمر حتى قبل المسلمين فعليا خرج تماما رضي الله عنه من المدينة بنية العمرة أخذ أموره وزبط حاله واتجه إلى مكة معتمر خلاص ملبي بس قريش متكين في العصرية كذا خلاص وضعهم تمام فجأة إلا برجل يلبي تلبية رجل محتمر داخل اليوم بس هذه التلبية مختلفة أول مرة يسمعونها تلبية كنها تلبية محمد صلح الحديبية شوية فقاموا قريش قالوا اصبر اصبر طلعوا وشافوا إلا والله هذا مشرك ثماما يعني الوضع ملخبط عليهم شايفين رجل مشرك وصوت مسلم إيش الوضع؟ ثماما أمير من أمراء المشركين وقاعد يلبي تلبية المسلمين أصبر امضربت امخاههم فتراكبوا عليهم فمسكوا ثماما وقالوا لا صبأت يا ثماما يعني ارتديت عن دينك ودين أباءك قال ثماما لا والله والله ما صبأت ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن يدي على يده يدي على يده وثمامه وأمير من أمراء المشركين في الجزيرة العربية فيه أمر فيه تهديد يعني فمسكوا وتهددوه يبغونه يرتد عن دينك وبدوا يعني يناقشونه النقاشات صارت حادة بينهم إلى درجة أنه صار فيه يعني مشادة فقام ثماما وزعله وقال له والله ما يوصلكم شيء من اليمامة أبدا كل الموارد اللي كنتوا تأخذونها من اليمامة ما بتأخذون منها شيء إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمح لكم هو أنا أسمح لكم حياة الحين احجدوه كل واحد يروح ينطق في مكانه سكتوا القريش وتراجعوا وهنا دخل ثماما واعتمر وكان أول من يعتمر في المسلمين كله حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم أول من دخل مكة ملبي بالعمرة من المسلمين فعليا اعتمر ثماما ورجع إلى اليمامة وأول ما دخلها أمرهم بأنهم ما يصدرون لقريش يوقفون كل الموارد اللي تخرج للقريش ما يأخذون ولا شيء إلين يجيهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو أمير من أمراءهم فسمعوا كلامه يعني أما قريش فكابرت لس ما كانوا يعرفون قد إيش الضرر اللي راح يصير لهم من هذا الشيء فتضرر الضرر الكبير أكبر من توقعاتهم حتى يوم وصلت قريش لأقصى حالاتها وعرفت بأن ما فيه مخرج جماما وأن الضرر اللي قاعد يصير لهم كبير جدا اتفقوا وأرسلوا أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يترجع يترجى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفك الحصال الاقتصادي عليهم يعني ترجع لأمور زي قبل خلاص وصل أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان يا محمد وناشدك الله والرحيم وصلنا في حالها مزرية وإنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلعا فقال أبو سفيان يا محمد قد قتلت الأباء بالسيف والأبناء بالجوء أرجوك يا محمد كلم لنا ثمامه إنه يفك عنه هذا الحصار وهو قد حلف إنما يوصل لنا أي شيء من خيرات اليمامة إلا بإذن منك تكفى وهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامه إنه يفك الحصار الاقتصادي هذا ويسمح بالخيرات أنها تصل إلى مكة فكان ثمامه رضي الله عنها أول من سنى الحصار الاقتصادي وأول من دخل مكة ملبي بالعمرة في الإسلام إلىين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نارت على عجابة وفي الحلقات الجاية بإذن الله رح نذكر قصة عمرة القضاء وش الأحداث اللي حصلت فيها إذا وصلت لين هنا لا تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تشوف باقي سلاسل على هذا القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك شوفكم على خير وتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر